سابلي او دوازاتي بمكونات اقتصادية كيجي لديد بزاف مقرمش وشيش رائع شكلا ومداقا هائل كيعطي كمية معقولة غير بمية وخمسة وعشرين قرام ديال زبدة فقط كنحصلو على السابلي اللي راقي في الشكل ديالو والمداق ديالو رائع لديد بزاف انا نسمتو بدكشي اللي عندي هادي نذكر لكم عشنو ممكن تغيرو طبيعة الحال تنسمو باش ما بغيتو بالمتوفر عندكم ممكن تخليو هيكون بريستيج اكتر ممكن تخليوها كا اقتصادي كيبقى لكم كامل الاختيار كيبما لحتو مقرمش وشيش ولديد رائع كيما ذكرت لكم شكلا ومداقا كذلك كيعطينا كمية اللي معقولة كيجي معتبر بسم الله باركتي اللي المكونات هنا عندي هنا مية وخمسة وعشرين جرام ديال زبدة استعملت انا هنا زبدة خاصة بالاكل زبدة نوعية جيدة تنضيف لها رشاء من الملح هنا عندي نصف كأس من السكر غلاسي استعملت هنا سكر غلاسي سبيسيال كما ممكن تستعملوا سكر سانيدة إلا بغيتوا يجيكم قرمش أكثر غير سانيدة تكون رقيقة بالنسبة للزبدة استعملت نوعية جيدة خاصة بالاكل ممكن تعودوا بالمارغارين أو النباتية وقدروا معها نصف كأس ديال زيز انا هنا استعمل زبدة حيوانية استعملت ربع كأس من الزيت فقط ربع كأس اللي استعملت انا ديال زيز هو ما كتستعملش فيه الخميرة نهائيا كتعجنوا بها الطريقة هادي انا هنا غادي نسم بملعقة كبيرة من البغاليني ديال لوز كين عندي استغلتوا في هاد الوصفة مع النكهة ديال ناطا غادي نستعمل قليل فقط هنا ممكن تعودوا البغاليني بملعقة ديال كوك او بملعقة ديال لوز مطحون او بملعقة ديال حليب مجفف او ممكن تنسمو غير بكيس سكر فانيلا فقط وكنضيف كما لحتو معي بيضة كاملة وكنستمر في المزج ديال العناصير كاملة كنبدأ كنضيف تحين بالتدريج كما معروف على العجين ديال صابلي ما كيتعجنش نهائيا فقط كنجمعو بالاسابع ديالنا ما كنوصلوش قاعد الباطن ديال يد هادا وصير نجاح ديال العجين صابلي كنبقا كنضيف كنحصل على هاد القوام هادا كتكون عجينة هارطبة باشتعرفوها ناجحة الوقت اللي كتقطعو العجينة مع العجينة ما كتكونش مطاطية بحل بلاستيك تكون هاكا كتقطع بكل سهولة كناخد العجين ونوضعها في قطعة ديال بلاستيك اللي تكون نضيفها وندخلها لتلاجة او المجمد مدة ديال عشرة دقيق فقط ونمرو باش نشكلوها مباشرة كما موكي ما تدخلوها شقع لتلاجة هو من الافضل دخلوها لتلاجة هنا بردات لي اخليتها عشرة دقيق فقط هنا غدي نرش سطح العمل بشوية ديال الطحين باش نقدر انني نصرح العجين وغدي نصرحها مع قطعة ديال بلاستيك باش جيلي سهلة في الخدمة إلا كنتو غا تلاقيوا هاد صابلي ديروا السمك ديالو ارقيق كنتو غادي تخليوها كا قطعة واحدة خليو شوية سمك ديالو اغليب كنرشو ايضا بالطحين هذا حيث غادي نستعمل هاد الحصيرة هادي هو الاصل ما ديروش طحين العجين صابلي ولكن هنا غادي نستعملو هاد الحصيرة باش نتفادوا ان العجين ما يلسقش فيها داروري ما كنرشو طحين على العجين وكنمروها غير ملاحظة ضروري العجين هنا يكون سمك متوسط باش الوقت اللي كتديروا هاديك الحصيرة وتبقى وديوها كجيبوها باش كتترشم ليكم مزيان كيزيد كيرقاق العجين إلا درجوه رقيق من الأول ما غاديش يتساعدكم أنها تصرح بكل سهولة كنتمنى أنني كون شرحت مزيان هدا و الشكل محصل عليه كتجي رائعة في شكل ديالها راها متوفرة عند الناس اللي كيبيعوا الأواني اللي كيبيعوا المواعن بخمسة ديال الدرهم فقط أنا هنا وحدة قسمتها على جوج راه لها عدة استعمالات كنبدأ كناخد القطع ديال السابلي بواسطة هكا واحد السكين وكنحطها في الطاوة لي ممكن ما تفرشوش فيها الورق نهائيا كما ممكن ترشوها بشوية ديال طحين فقط بقايا العجين ما يتعجنوش نهائيا كيتجمعوا هكا وغادي نسرحهم بنفس الطريق هدا و الشكل محصل عليه كما كتلاحظو كدشي رائعة غير خصد ترشامها كم زيان كيدخل الفرال كيكون متوسط درجة الحرارة مع المراقبة بطبيعة الحال مرة مرة ندوره الطاوة من هنا اللي هنا حتى كياخد لون ذهبي بالنسبة ليه ما كانش عاش عليه الفوق نهائيا فقط لتحت هذا طيب لتحت فقط نار من لتحت تجيلون واحد كما لاحظو كتبقى فرشيمة ديالها في شكل ديالها بدون خميرة الحلويات تازين غنعطيه لكم ساهل وبسط كتاخدو هنا شوكولاتة هنا هنا استعملت غير قالة بدون زيت كندوبو على طريقة حمام مائي غادي اللقيقة تعتين بالشوكولاتة حيث هنا الشوكولاتة مازال سخونة غادي نوضعها كمية قليلة حيث مازال غادي تسيح وتقد على الشكل ديال الدائرة ديال الصابلي ما نعود شي كم ماداق دياله رائع رائع جدا خصوصا الاطفال كيجيهم بحل البيسكوي بحل شي حاجات كتباع كيجي ماداق دياله معتبار كيعطيه البغاليني ماداق رائع جدا كيما اذكرت لكم ممكن تعاوضوه باما اللوز مطحم بالقشرة دياله اما ديرو الكوك تحمرو شوية وطحنوه اما اي حاجة بغيت تنسمو بها كيما ممكن تديرو غير هذيك رشيشة الملحة معها كيس ديال الفاني او فاني بودر فقط هنا بعد ما غادي نلاقي القطعة عسين كناخد غين نصف دياله او اقل من نصف غادي نديرو في هذك الشوكولاتة نحطوه في قطعة ديال البلاستيك ونزينو بالقليل من فيتين اللي ممكن ديرو ذاك العقاق اللي كيكون دهبي كيما ممكن ديرو رقائق لوز محمرة او لوز كونكاسي او كوكاو كتحصلو على هكا سبعة وربعين تمانية وربعين حسب حسب الحجم اللي درشنتمو حسب القياس ديال طابع اللي استعملتو هذي الكمية المحصل عليها كاملة تكالت منها شي حاجة اللي بقى رصورتو معاكم هو هادا الشكل ديالو النهائي كيجي في الشكل ديالو وما كيعواش نهائيا كيبقى في الشكل ديالو هادا العجين معتمدة عندي كيما ممكن تضعفو المقادر ديرو ميتين وخمسين جرام ديال زبدة مع هكا كاس ديال السكار مع نص كاس ديال الزيت وهكذا كتضعفو المقادر كن اكد إلا استعملتو الزبدة خاصة بالتوريق ديرو نص كاس حتى الكاس إلا ربع ديال الزيت او ديال العلبة ديرو نص كاس ديال زيت هذي حيوانية استعملت معها أربع كاس ديال الزيت كيما ممكن أيضا تعودو السكر غلاسي بالسكر سانيدا لاحظو معي الشكل ديالو كيجي رائع راقي شكلا ومداقل جربوه بصحتكم وراحتكم كيجي مقرمش وهشيش وشكرا لكم بزيب على تطبيقاتكم الكتير الوصفاتي وتعليقاتكم الطيبة ونخليكم مع الصور النهائية ونطلقوا في فيديو جديد بإني لا خليت لكم الراحة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر